اختتم وفد مجلسي الشورى والنواب مشاركته في عمال المنتدى البرلماني العالمي الثالث حول اهداف التنمية المستدامة في جزيرة بالي بجمهورية اندونيسيا الصديقة واكد وفد مجلس الشورى المشارك ان المشروع الاصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حافظه الله رسم خارطة طريق لاهداف التنمية شاملة حققت الزهارة والتقدم لمملكة البحرين وشعبها من جانب اكد سعادة ناب احمد الدمستاني رئيس وفد مجلس نواب ان البحرين مستمرة في تعزيز البنى التشريعية الملائمة للمشاركة المجتمعية الفاعلة لتحقيق اهداف التنمية المستدامة موضحا ان البحرين من خلال برنامج عمل الحكومة تتبنى استراتيجيات للتنمية المستدامة تشمل تطوير اداء المؤسسات وانخراطها في العملية التنموية واختتمت عمال المنتدى باعتماد خارطة بالي لمواجهة تحديات تنفيذ اهداف التنمية المستدامة وتضمنت خارطة بالي عددا من التوصيات من بينها حماية الجهود الرامية الى تحقيق اهداف التنمية المستدامة خاصة فيما يتعلق بتحقيق المساواة في جميع الجوانب الاجتماعية والمالية وضمان قيام الحكومات بصياغة خطة عمل وطنية وانشاء مؤسسات فاعلة ومسؤولة وشاملة لدعم تنفيذ اهداف التنمية المستدامة الى جانب دعوة الحكومات الى تجديد التزامتها وإلى المزيد من الاهتمام لتحقيق اهداف التنمية المستدامة في الوقت المناسب خلال الاجراءات الملموسة والاسراعي بتنفيذ السياسات